يوم الثلاثاء يوم العطاء أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان يمكن بتستغرب من العنوان طبعاً للناس اللي عايش في الغرب هذا العنوان ليس غريب اسمه Giving Tuesday يوم الثلاثاء مخصص ليوم العطاء فمثلاً يوم الجمعة بيسموا Black Friday اللي معظم الناس بتروح للمحلات الكبيرة والمشتريات بيعملوا تنزلات كبيرة 50% ل70% أو أكتر فبتلاقي معظم الناس بتتشرى خلال هذا اليوم أو الويكند بيسموا Weekend Black Friday Black Friday Weekend وبيتشروا لعيد الميلاد والتحضرات والبيوت واللي محتاج ثلاجة وغسالة وكله فهي الفرصة اللي بتتشرف فيها الناس فراحوا عملوا يوم تاني اللي بيسموه Cyber Monday Cyber Monday هو بكل بساطة كل المشتريات اللي عن طريق الـ Online وعن طريق كل أنواع السايبر سواء التلفونات الانترنت كل ما يتعلق بالتكنولوجيا وعن طريق الـ Online كل هذه المشتريات Black Friday و Cyber Monday الحجم المشتريات في هذه اليومين تقريبا عن كل السنة يعني عمليا الناس بتشتري بالمليارات مليارات مليارات الدولارات وطبعا لـ Christmas time فترة أعياد الميلاد أو عيد الميلاد كمان فترة اللي معظم المشتريات بتكون بهذه الفترة فراحوا عملوا شيء كتير كتير مهم وبعتقد إلو جذور من كلمة الله وإنه الغرب هو أصلا مبنى على العطاء يعني المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية والمساعدات في المدارس والعطاء هاي كلها تأسست على أساس أو أسس مبادئ مسيحية فعلى طول خصصوا يوم الثلاثة اللي هو اليوم يوم العطاء لكل المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية في أمريكا منها جمعية مثلا الجيش الخلاص Salvation Army أو Red Cross أو جمعيات كثيرة بغض النظر يعني مش بس مسيحية ممكن تكون جمعيات علمانية جمعيات للجغرافيا للتاريخ للحيوانات لكل أنواع الجمعيات الناس بتعطي عطاء وطبعا المعروف في شمال أمريكا أن العطاء فيه income tax return حتى بيرجع له من الضريبة فمعظم الناس بتعطي في هذا اليوم وطبعا كخدمة إحنا نور لجميع الأمم خصصنا هذا اليوم يوم الثلاثة الجيفينج تيوزدي كل العطاء اللي بيوصلنا online يعني لما بتفوت على السايت light for all nations أو نور لجميع الأمم فيك تتبرع عن طريق الكريدت كارد أو السايت وكل التبرع بروح لسوريا لمساعدة الفقراء والمحتاجين في سوريا بس الغرض اليوم أنا مش عم بطلب مساعدة مع أنه ربنا يباركك إذا رب وضع على قلبك هذا الشيء لكن أنا عاوز أنه نستخدم فكرة العطاء أنه أنت تفكر في شخص أو في عيلي أنك تساعدهم هل فيه بمجتمعك في جيرانك في بلدك عيلي بتشعر أنه هذه العيلي عندها احتياج يمكن الولد محتاج لهدية أو البنت ممكن محتاجين لطعام أو لوقود للتدفئة أو لشراء بعض الملابس من جاكتات ولسيما الطقس بارد في الشرق الأوسط في موسم الشتاء فأنا بدعوك اليوم أن هذا اليوم يكون يوم عطاء وبصلي مش بس جيفنج تيوزدي يكون يوم عطاء هذا العطاء يتحول لأسلوب حياة لأسلوب أنك أنت بتعيشه لأنه المعطي المسرور يحبه الرب ويقول الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ والرب يسوع المسيح قال الفقراء معكم في كل حين بشان هيك في العهد القديم الرب وفر احتياج الفقراء والأرامل يعني كل سبع سنين بيتحرروا العبيد وبتسترجع الأرض وفي طريقة الزراعة بيخلوا جزء من الأرض اللي سواء زيتون أو قمح أو أي من الزراعات بيخلوا جزء للفقراء حتى يلقتوا ويلموا حتى ما يكون أي فقير في المجتمع وهكذا الكنيسة الأولى في العهد الجديد كان كل شيء مشترك بينهم فكان يوزعوا للفقراء ويهتموا بالأرامل ويهتموا بالاحتياجات وأنا اليوم بدي أتحداك وأنك أنت يعني تبارك عيلي محتاجة لمساعدة إنسانية لأنه فعلا بسبب الوباء وبسبب الظروف الصعبة وبسبب فقدان العمل كثير من الناس يعني فقدت أشياء كثيرة وطبعا في مناطق صعبة مثل العراق مثل سوريا في لبنان اللي بسبب الكوارث والحروبات طبعا بسوريا أو بالعراق تسببت بالتشرد العديدين ما عندهم مأوى أو منزل ولا حتى عندهم إمكانيات للمعيشة بالغرب يعني في الفكر الاجتماعي أنه الحكومة بتساعد الناس المحتاجة بتساعد اللاجئين اللي بيجوا من كل الدول الفقيرة بتهتم بإحتياجاتهم وفي كل هذه الأمور فهي الأفكار على فكرة أفكار كتابية والكتاب المقدس بعلمنا عن العطاء أنه نعطي بقلب مصرور بقلب فرح ونعطي بكل سخاء وبكل إمكانياتنا وبكل طاقاتنا الرسول بولوس يقول أعطوا أنفسهم للرب أولا ولنا فالفكرة مين الممكن بيقدر يعطي هو الشخص اللي فعلا بيتكل على نعمة الله وبييتكل على معاملات الله يدرك أنه الله حي الله موجود الله يسدد كل احتياج اسمعك ما قال داود النبي الرب رعية فلا يعوزني شيء إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال قال كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير الله بباركنا لما منعطي وفعلا هذا مبدأ إلهي لما أنت بتعطي الله بيعطي قال يسوع أعطوا تعطوا وهذا هو مبدأ إلهي إن الله لابد أن يبارك اسمع ما يقول في مزمور آسف في سفر الأمثال إصحاح 3 في آية 9 اكرم الرب من مالك ومن كل باكرات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيد معاصرك مستارا فإذا اكرم الرب الرب رح يكرمك أعطي الرب أنت بش تعطي إنسان أنت عم تكرم الرب الله راح يعطيك راح يبارك حياتك وهذا مبدأ كتابي الفقراء موجودين معنا في كل وقت معنا في كل حين فإذا العطاء هو تعبير عن قلب مليان بالمحبة العطاء تعبير عن قلب مليان نعمة عن قلب مليان الشكر والعرفان والامتنان لكل بركات الله هل شكرت الرب اليوم على الشمس على النور على الهواء على الماء على الغلة على تسديد الاحتياج هل شكرت الرب على الصحة على الأولاد على البركة اللي أنت فيها فالعطاء هو تعبير عن العرفان والشكر والجميل إنه الله هتم بإحتياجاتك وهتم بأحوالك ثم العطاء هو تعبير عن الشجاعة الشخص الضعيف والخائف لا يعطي لأنه بحب يتمسك بالمال خايف على حياته خايف على مستقبله وهي المشكلة مشكلة الفقراء ومشكلة الأغنياء لأنه مشكلة السخاء والعطاء هي مشكلة القلب هي فعلا نعمة القلب المحب فمثلا الكتاب يتكلم عن أرمة لأعطت فلسين لكن أعطت من إعوازها بينما المسيح مدح هذه المرأة بالمقابل إنه في جماعة تانية كانوا بيعطوا فضة ودهب وأوزان ثقيلة لكن الرب شاف القلب وشاف الدافع والنية خلي بالك كل كلمة كل فكرة كل عطاء مذكور عند الرب فأنت لما بتعطي أنت بتؤمن أنه الله حي موجود فبيعبر عن شجاعة أنت شجاع لما بتعطي مش خايف كتير ناس بتشتري بيوت تشتري سيارات تأخذ يعني خطوات مجازفة فلماذا لا تجازف في الأمور الروحية والعطاء للرب فهو تعبير عن تضحية بتعبر عن الشخص اللي عنده رؤية عم بيطلب الخير والسعادة للآخرين فأنا بشكر رب من أجل جيفينج تيوزدي إنه حطوا هذا اليوم حتى يكون يوم عطاء فاليوم أنت فتش على شخص إنك تباركه أو فتش على خدمة أو على كنيسة إنك هالمرة تعطي جزء كبير من مالك تعطي بركة وخدمة للكنيسة اللي أنت موجود فيها وتأكد إنه الرب يرى ويبارك ويعود ويسدد احتياجك إذا أنت تباركت من هذا الشيء وبتحب تشارك شارك هذا الفيديو مع الآخرين اعمل شير كمان اعمل لايك حتى نسمع منك ونتواصل معك ربنا يباركك في هذه الخطوة العظيمة